يعطيكم العافية وكيف حالكم أهلا وسهلا فيكم على قناتنا طبخوا فكرة مع أم أحمد طبقنا اليوم هو الفول الأخضر باللبن على لحمة الخروف تابعوا معنا الفيديو عشان تشوفوا كيف طريقتنا في تحضير الطبق بتمنى إذا عجبكم الفيديو تعملونا لايك وتشتركوا معنا في القناة وأهلا وسهلا فيكم هون أنا حضرت الفول الأخضر زي ما أنتوا شايفين إحنا طبعا بآخر الموسم جبنا كمية من الفول الأخضر البلدي تقريبا كيلو نص أنا هون رح أحاول أن أضفهم بطريقة مبدئية أن أضفهم من الأشياء اليابسة والأوراق اللي عليهم وأغسلهم قبل ما أبلش أشتغل فيهم وأصنفهم كيف رح يكونوا معنا انتبهوا هون بالنسبة للفول أكيد كله رح يصير فيه بدور والبدور طبعا طعمها عن جد بشهي في ناس بفصلوا البدور بيعملوها طبخة لحالها هون أنا غسلتهم من الأوساخ اللي كانت عليهم الأتربة والغبار رح أحطهم بالنسباي وأبلش أشتغل فيهم رح أحاول أفصل البدور إذا كانت قشورها يابسة الحبة رح أخذ فقط البدور لكن إذا كانت القشور طرية رح نأخذ القشور وهيك لحد ما نخلص كل الكمية اللي معنا بنحاول نقطعها بشكل يكون متوسط قريب لحجم البدور لأنه إحنا رح نعمل جنبها رز رح تكون على شكل يعني مثل اليخن أو الشوربة لاحظوا معاي هون معظم الحب على شكل بدور لأنه هي زي ما حكت لكم صارت بآخر الموسم لكن لأنه بلدي عن جد طعمه كتير بشحي هذا الفول طبق يعني يعد صحي ومع اللبن طبق أنا من الناس اللي بفضله الفول مع اللبن يعني هاي الطبخة كتير بعتبرها مميزة في البداية هون رح أحضر بصل بنقطع البصل وبنا نحط زيت الزيتون أقلب فيه البصلة وبضيف على البصلة اللحمة اللي أنا حضرتها هون حضرنا اللحمة على شكل راس عصفور على فكرة هون اللحمة عليها شوي من الدهن هاي طبعا بتعطي طعام ودسام أكثر خلينا نقلب البصلة شوي لتدبال بنحط عليها اللحمة وبدنا نقلبها مع البصل لتأخذ اللحمة اللون اللي على الفاتح أساس إنه يتغير لونها حتى تطلع الزفرة منها شو بنحط لها هون رح نحط ورق الغار هون حاولوا تستخدم مبهرات صحيحة أنا هون رح أحط ورق الغار ورح أحط حب الهان بالنسبة لحب الهان ممكن تعملوا مطحون خشين ممكن تستخدموا حبيبات أنا هون رح أحط أكمل حبة من حب الهان وحكت لكم ورق الغار الناس اللي بتحب القرفة ممكن هون تحط عود صغير من القرفة أنا ما رح أستخدمها إنه هون بحب نكهة الحب الهان تكون واضحة أكثر رح أستخدم من البودر ملعقة صغيرة من بهار اللحمة وما بننسى العنصر الأساسي طبعا الملح هون رح أستخدم ملعقة من الملح بدي أقلب اللحمة مع البصل حتى تتدبل مع بعض وتتنكه ممكن هون أوطي النار شوي وغطيها وأستمنا ليختلف لون اللحمة خلينا نشوف شو بعد هيك رح نعمل هلأ طلعوا هون اللحمة كيف صار لونها بلشت تختلف هلأ بهاي المرحلة ممكن أنا أحضر ماي تقريبا دافية رح أضيف عليها تقريبا لتر من الماي حتى أخلي اللحمة تغلي مع الماي أول غلوة بتغليها اللحمة رح يطلع على وجه الشوربة هاي رح تطلع كل الزفرة اللي باللحمة هاي الزفرة هون ركزوا معي إنه مفروض إنه نشيلها منطلعها حتى بعدها اللحمة تصير تغلي بالماي بدون هاي الزفرة لأنه كل الأشياء اللي باللحمة بتطلع فيها والروايح فهاي إذا شلناها خلص هون خلصنا من كل الأشياء اللي بتعطي نكهة مش صحيحة هلأ هون خليني أحضر للفول لأنه طبعا اللحمة رح تأخذ معي وقت قطعت بصلة رح أضيفلها زيت الزيتون وأقلب هاي البصلة مع زيت الزيتون هون عندي أنا الفول كنتم مغاسلته مقطعته محضرته مجهزته رح أدير الفول على البصل بالتدريج وأضلني أقلب هلأ هون هاي طلعت هاي الزفرة أو الرغوة اللي انتوا شايفينها على وجه اللحمة خلينا نشيلها ونتخلص منها لأنه ما بدنا تكون نكهة إلا نكهة المطيبات اللي مع اللحمة حاول إنكم تتخلصوا منها بشكل كامل ممكن هون أضيف كمان نص لتر من الماي نرجع للفول الفول هون البصلة دبلت خلينا نضيف الفول عليها زي ما حكيت لكم بنضيف الفول بالتدريج وبنحاول نقلب البصلة مع الفول لازم كل حبات الفول تختلط مع البصل حتى يتغير لونها وما تسود بدنا نقلبها كتير منيح لأنه معروف عن الفول إنه ممكن يسود إذا ما أخذ نفس درجة الحرارة بنفس اللحظة هلأ بنضل نقلبهم لا يدبلوا ونشوف كيف لونهم راح يصير معنا بنحاول نقلب من تحت لفوق ليش الجزء اللي تحت هو اللي أخذ الحم والحرارة زي ما أنتوا شايفين صار لونه أخضر أكثر من اللون العادي نوطي عليها النار ونظل نقلبها كل شوي خلينا هون نشوف اللحمة شو صار فيها معنا هلأ هون بعد ما قلبنا الفول وأخذ بالتقليب بالزيت كله راح نأخذ من المرق اللحم عنا ونسكب على الفول لحتى يستوي بالمرق شايفين كيف كأنه بدنا نسقي فيها حتى حبات الفول تستوي بماء اللحم وهون بنغطي الفول لحد ما يستوي طبعا الفول راح يستوي قبل اللحمة لأنه اللحمة طبعا بدها وقتها في الاستواء بتأخذ وقت كبير نستنى لينضجوا شوفوا كيف لوين أنا وصلت المراق هلأ خلينا نغطي الفول لحتى ما يستوي بدوا تقريبا لنص ساعة احنا بكل شوي راح نحاول نقلبهم نتطلع عليهم هلأ احنا حكينا راح نطبخ مع اللبن انا هون محضرة اللبن الكيشيك البلدي تقريبا حبت حبة من اللبن وحضرت كمان كوبين من اللبن الرايب راح اخلط اللبن واللبن الرايب واعملهم على النار لحالهم هون طبعا بعد ما استوى الفول واستوت اللحمة راح اضيف اللحم على الفول لكم الخيار ممكن اضيفوا الفول على اللحم كيف ما بتحبوا هون بدنا نتركهم مع بعض تقريبا عشر دقائق او ربع ساعة يتطبخوا مع بعض خلينا نعمل اللبن بتنجرة تانية لحاله هون انا بعد ما خلطت اللبن حطيته بتنجرة راح ابلش احركه على نار هادية هون اللبن الرايب طبعا ضفناه على اللبن الكيشيك بعد الخلط خلينا نبلش نحركهم شوية شوية على نار هادية بياخده دفاوة هاي المرحلة كثير مهمة ما بصير نخلط اللبن ونديره مباشرة على الفول او اللحم لانه راح يفرط معنا اللبن وصير مثل القطع احنا بندفيه شوية لا يكون بنفس الحرارة شوفوا كيف معناه اللبن هون مجرد ما يبلش يطلع فوق قاعات دليل انه وصل لدرجة من السخونة مناسبة اني اضيفه على مرقة الفول واللحم على فكرة لقبل ما نضيف اللبن صارت عنا جاهزة طبخة الفول على ادامه هاي هي طبخة الفول على ادامه هون صارت جاهزة هلا الاضافة التانية اللي هي اللبن احنا هون بنعملها مع اللبن شوفوا كيف تقلبوا طبعا المرق هون عنا يعني مش اكثر من الفول مرقة اللحمة مع مرقة الفول هون انا راح اضيف بالتدريج اللبن لحتى احصل على الطعم المناسب منصحكم هاي الخطوة اضيفوا بالتدريج ما اضيفوا كل الكمية مباشرة لانه مرات اللبن مش كل مرة بعطي نفس الطعم ممكن يكون هاي المرة اتكل ممكن يكون اخاف انتوا جربوا وشوفوا الطعام كيف بيكون هلا هون انا مبين انه كمان لازم اضيف من اللبن وبحرك وبشوف كيف اللون والطعام شايفين كيف بلشت تخلط الفول مع اللبن برضو هون النار عنا نار هادية هلا الفول مع اللبن ممكن نحطه تقريبا من سبعة لعشر دقائق ليغلي اول غلوة هون انا عملت التوم التوم انا يعني نكيته كتير بتعطي للبن الطعام قلينا التوم مع الزيت النباتي حطينا نصف ملعقة صغيرة من السمن البلدي هاي عن جد يعني بتعطي نكهة كتير طيبة لالفول يعني لو بتشموا الريحة عن جد روعة ما شاء الله بتشهي بدنا نحاول الدقيقة او دقيقتين فقط حتى تاخد التوم الطعام مع الفول عن جد طبخة رائعة وبتشهي وسحية بتمنى انكم تجربوها شوفوا كيف طلعت معنا خلاص هلا بنتفي النار عليها بعد دقيقتين خلينا نسكبها ونشوف هذا الطبق ممكن تعملوا جنبه الرز الابيض كتير زاكي جنبه بتمنى انه اذا عجبكم الفيديو تعملو لنا لايك وتحاولوا تجربوا هاي الطبخة على طريقتنا ان شاء الله انها بتنال اعجابكم وصحة وعافية واهلا وسهلا فيكم على قناتنا اشتركوا في القناة سابقا اشتركوا في القناة